السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شباب. يا رب تقول لكم تبقوا بخير وفي افضل صحة. النهاردة بازن الله هنتكلم على محاضرة مهمة جدا. واحدة من محاضرات الجي اي تي. ويمكن اهم مرض هنتكلم عليه النهاردة هو بازن الله. آآ آآ آلسر. فمين لي احنا هنتكلم النهاردة بازن الله على مشاكل اللي هو مشاكل الجزء العلوي من الجي اي تي. ومن اللي هنا احنا هنتكلم على مشاكل الاسوفيجس المريء. وهنتكلم على مشاكل المعدة بجميع انواحها بازن الله. طيب ايه هي اشهر انواع الابر جاسترو انتستاينال ديس او در ملي عندنا مرض اللي هو عصر الهضل. وعندنا اللي هو قرحة المعدة. وهنتكلم كمان على او الجاسترو اسوفيجية اللي هو الارتنياع المريء. وهنتكلم كمان على مشاكل الجي اي تي بليدنج. طيب مبدئيا احنا في البداية خالص بنحب ان احنا ناخد آآ بسيطة ولذيزة عشان انت فهمنا الموضوع. ملي هنتكلم في البداية على الجاستريج سكريشا. المعدة بتطلع ايه? ايه هي الحاجات اللي موجودة جوه المات. ملي هنتكلم في البداية على حاجة اسمها الميوكس. الميوكس اللي بتطلعه الجي اي تي او الميوكس اللي بتطلعه الاستومك عن طريق خلايا اسمها الميوكس ده جماعة يعتبر واحد من ده بيحمينا خلاص ليه بيحمينا? لانه هو عامل كده زي الميوسين اللي بيقدر انه هو يغطي اللير بتاعة الاستومك وكمان بيحتوي على كمية كبيرة جدا من السوديم باي كربونيت اللي بتقدر انها تعادل اللي بيطلع جوه المات. الميوكس دي خلايا عندها مقدرة انها تعمل من الميوكس. الميوكس اللي بيحمي المعدة خلاص من اللي بيبقى يعني فيسكس. والثيكنس بتاعه بيبقى عالي يقدر انه هو يعمل ويقدر يعمل لجدار المعدة. الثيكنس بتاعه بيبقى حوالي مليميتر. في بتاعه. شبس كده? ده كمان بيبقى معاه صوديم باي كربونيت صوديم باي كربونيت. وصوديم باي كربونيت عنده مقدرة انه يعمل بفرينج اكشن يعمل نيترولي زيشن ليه الاتش سي ال. خلاص. يبقى الصوديم باي كربونيت ده مهم جدا. آآ ملي الصوديم باي كربونيت عنده كمان مقدرة انه هو bieمنع او بتاعة انها تخش جوه يعني ايه الكلام ده? هندرس مع بعض ان في خلايا اسمها اه او خلايا اسمها هي اللي عندها مقدرة انها تطلع اله سي ال. ما اللي هيطلع عندنا من الخلايا اللي هنسميها البريطة السلزة او الابيساليال السلز. الابيساليال السلز دي بيبقى كمان جواها السوديان بايكربونيت. السوديان بايكربونيت بيعمل ايه? بيمنع ان اله سي ال ده يرجع تاني ها? ويخش تاني الى الابيساليال سلز. بيمنع الباك ديفيوجي. مدين واحدة من النقط المهمة جدا اللي لازم وانا بذاكرة بحاطتها في دماغي. ايه فايدة الميوكس او ايه فايدة السوديان بايكربونيت. واحد من الحاجات اللي بتعمل للاستمك. وعندها مقدرة انها تعمل لبريكيشن للفود. تساعد كمان في موضوع الفود ترانسبورت. يبقى ميلي لازم وانا بذاكر ابقى حاطت في دماغي هذه القصة اللي هي الميوكس سيكريتينج سلوس. طيب عندي كمان ايه يا ولاد? عندي كمان حاجة اسمها الجاستريك ميوكوزة. خلاص عندنا الجاستريك ميوكوزة عندها خلايا اسمها ايه? في خلايا كمان هنتكلم عليها. اه خلايا بيسموها ايه? بيسموها في كمان خلايا تانية مهمة اسمها اه او البيولوريك والاوكزيناتك دي اللي هي الجاستريك سولز والبيولوريك هنتكلم عليها ونشوف كل واحدة منهم فايدتها ايه عندنا ميوكوز سيكريتينج سيلز وعندنا كمان او الجاستريك او موجودة فين? والله هذه الخلايا لازم ابقى عارف انها موجودة اه اه عند الفندس بتاعة الاستومك. هي موجودة في المكان اللي اسمه الفندس بتاعة الاستومك. خلاص. اه ميلي هذه الخلايا اللي هي الاوكزيناتك سولز بتطلع ايه زي ما اتفقنا? خلاص ممكن من جواها يبقى فيه اه خلايا مهمة جدا اسمها اللي تشوف سولز. اللي تشوف سولز دي بتطلع حاجة اسمها ايه? طلع حاجة اسمها البيبسينوجين. فيه خلايا اسمها البرايت او بيسموها الاوكزيناتك سولز. دي ميلي بتطلع الاتش سيل. فيه خلايا اسمها الانتيرو كرامافين ودي ممكن نسميها انتيرو كرامافين لايك سيلز او الهستامينوسايتس ودي بتطلع هستامي. يبقى مهم جدا ان انا عندي من الخلايا المهمة اللي موجودة جوه المعدة ممكن اسميها ميوكس اه سيكريتينج سيلز. ممكن اقول ان فيه خلايا اسمها اللي بتطلع ميلي البيبسينوجين. عندي خلايا اسمها البرايتل سيلز بتطلع الاتش سيل. عندي خلايا اسمها الانتيرو كرامافين خلاص او الهستامينوسايت اللي بتطلع الهستامين. فيه كمان حاجة مهمة جدا اسمها الانترينسيك فاكتور. اللي هو ايه بقى الانترينسيك فاكتور? ده برضو ميلي بيطلع من البرايتل سيلز. الانترينسيك فاكتورز ده فايدة ايه? فايدة ميلي في افراز اه اه او intrinseq factor. فايدة ايه? مش افراز بقى. فايدته في امتصاص فيتام بي تولف. خلاص يبقى الانترنسك factor بيطلع من الباريتل سيلس وفايدته في امتصاص فيتامين بي تولف. فيه كمان عندنا زي ما انتفقنا بيبسينوجين. وده بيطلع منين البيبسينوجين. بيطلع من خلايا اسمها ou خلاص ده طبعا البيبسينوجين ده بيساعد في هضم البروتين والبيبسينوجين بفضل اله سي ال بيتحول الى حاجة اسمها البيبسين والبيبسين ده بيساعد في هضم البروتين فيه كمان خلايا تانية ممكن نسميها البيلوريك ودي موجودة فين دي موجودة ميلي في الانترال بورشن اوف استومك خلاص فين حوالي الانترام ده ده حوالي ويمثل عشرين في المية من الاستومك اما الفندس اللي كانت فيه كان بيمثل حوالي تمانين في المية يبقى الفندس ده بيسموه فندس بروكزيم اللي هو قريب الانترام يقولوا عليه بعيد فيقولوا عليه ايه ديستل خلاص يمثل عشرين في المية الانترام ده فيه خلايا اسمها ايه فيه خلايا مهمة جدا اسمها الجي سولز خلاص ودي فايدتها انها بيطلع هرمون اسمه الجستري هتيجي تقول لها دكتور ده مقدمة فيسيولوجي قوي ومقدمة يعني هل هي مهمة طبعا مهمة ومهمة قوي 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 ان انت تبقى عارف كل حاجة بتطلع منين يعني مثلا لما اجا اقول لك اله سي ال ما ننساش بقى اله سي ال بيطلع منين يا جماعة بيطلع من خلايا اسمها البريتال سولز خلاص لما اجا اقول لك الانترانسيك فاكتور هتقول لي برضو بيطلع من البريتال سولز لما اجا اقول لك الهستامين هتيجي تقول لي بيطلع من الهستامين وسايتس او الانتيرو كروموفين لايك سولز أما أجي أقول لك الجاسترين هتيجي تقول لي بيطلع من الجي سالس وهكذا خلاص يبقى الجاسترين بيطلع من الجي سالس أجي مثلا أسألك وقولك البيبسينوجين بيطلع من خلايا اسمها الكشيف سالس وزي ما اتفقنا البيبسينوجين بفضل الـ HCL بيتحول إلى البيبسين حول إلى إيه أولاد؟ إلى بيبسين طيب إيه هو الميكانيزم اللي بيساعد في إفراز الـ HCL بشكل كبير جدا طيب قلنا كزا مرة إن في حاجات بقى حاجات عصبية معينة الـ دي بتيجي من الدماغ ومي اللي بتستحس أو بتحفز بتحفز بيه اللي هو مي اللي بنسميه هنا ويطلع حاجة اسمها اللي هيشتغل على الريسابتور اسمه الـ M يعني هو علميا بنقول M1 يعني مكتوبة هنا M3 إنه هو علميا أكتر M1 صراحة اللي بيشتغل على الـ M1 اللي موجودة فيه فيروح طالع HCL بالأسيطايل كولين على الـ M1 يا جماعة الأسيطايل كولين على الـ M1 يطلع إيه زي ما اتفقنا HCL فيه مين كمان ممكن برضو يحصل لنا أو يطلع كاتب لك فيه حاجات بقى فيزيكال زي إيه مثلا زي اللي هو الأكل ذات نفسه بقى بتيجي نتيجة الريحة أو نتيجة الطعام لكن الفيزيكال الأكل ذات نفسه بيعمل جاستريك ديستينشن بيعمل تمدد فيه جدار الجي اي تي وده بيحفز في ريليز الأسيطايل كولين خلاص وبيحفز كمان الجي سولز اللي هي قلنا بتطلع إيه بتطلع الجاسترين وكل ده يحفز بشكل كبير جدا إفراز الـ HCL خلاص يبقى مين للفيزيكال حيطلع لنا الأسيطايل كولين خلاص وحيطلع لنا كمان الجاسترين لكن النيرولوجيكال مين اللي طلع لنا الأسيطايل كولين فيه كمان تأثيرات هرمونية خلاص زي الجاسترين يخش جوه البلد ويوصل للبريتال سولز ويمسك في حاجة اسمها الجاسترين ريسابتور ودي مونا مين على البريتال سيل أيضا فيساعد في إفراز الـ HCL يبقى خد بالك وانت بتذكر ها من المعلومات الكتيرة والمعلومات المتدخلة في بعضيها بشكل كبير قوي تبقى انت عارف أبقى عارف إيه دكتور أبقى عارف مين هم أهم المواد التي تساعد في إفراز الـ HCL يا جماعة ها ما نساش أبدا بالله عليكم ها حتيجي تقول لي مين حاجة أقول لك حاجة زي الأسيطايل كولين اشتغل على ريسابتور الـ M3 في مين كمان فيه الهستامين اللي بيطلع من الـ اشتغل على ريسابتور اسمه الـ H2 فيه كمان الجسترين اللي بيشتغل على الجسترين ريسابتور أو الماسكارينيك M1 بس هنا مكتوبة A M3 برضو هذا الكلام وأنا بذاكر أبقى حطه في دماغي بشكل كبير يبقى مين هم أهم ثلاثة ميدييتور بيطلعوا الـ HCL يا جماعة الأسيطايل الكولين على الـ M1 الهستامين على الـ H2 والجسترين على الجسترين ريسابتور طيب إيه اللي بيحصل كسيلرار ميكانيزم في موضوع الجسترين لازم برضو أنا بذاكر أبقى عارف هذا الكلام خلاص لازم برضو أبقى فهمه ميلي يا جماعة الـ HST ماسك في أنه الـ H2 لما بيمسك في H2 بيحصل تسلسل من الأحداث بيشتغل على الـ H2 اسمه الـ H2 ويعمل للـ يطلع حاجة اسمها الـ ده بيساعد في زيادة مادة اسمها السايكليك يطلع والسايكليك ده ها هو اللي في الأساس خالص حيساعد في إفراز الـ HCL يبقى الهستامين يشتغل على الـ H2 ينشط يطلع السايكليك طب الجسترين والأسيطايل بيشغلوا حاجة اسمها الفوسفولايبسي الفوسفولايبسي يشتغل يطلع حاجة اسمها الأنيسيتول ترايفوسفيت الأنيسيتول ترايفوسفيت يشتغل يطلع حاجة اسمها الكالسيوم الكالسيوم ده أيضا برضو بيحفز إفراز الـ H A يا جماعة الـ HCL طيب بيحفزه ازاي يعني ممكن اجا انا أقولك السايكليك والكالسيوم بيحفز إفراز الـ HCL ازاي عن طريق انه هو بيحفز سيرتن انزايم سيري امبورتنت اسمه ايه هذا الانزايم اسمه بروتون بوتاسيوم ايتيبيز او هيدروجين بوتاسيوم اه ايتيبيز ده مهم جدا لهم بيسموه بروتون بومب البروتون بومب ده بيساعد في الترانسبورتيشن اوف هيدروجين ايونز يطلعها من السايتو بلاز ويحطها في مكان اسمه السكرثوري آه كنال كلولس دول برضو الاماكن اللي بيحصل فيها الريليز للـ HCL بيحصل تبادل تبادل بتوين مين ومين يطلع خلاص الهايدروجين او البروتون ويخش مكانه ها البوتاسيوم خش مكانه البوتاسيوم ومين اللي زي ما اتفقنا بيطلع الهايدروجين في مكان اسمه السكرتوري كنال كلس او السكرتوري كنال ومين الهايدروجين ده لما بيطلع بيلاقي شوية سي إل يتحت معاه ويدينا HCL يا جماعة ويدينا ايه HCL يبقى مين هم التلات مواد اللي عمل لنا مشاكل يا جماعة وتساعد في إفراز ال HCL بالله عليك ما تنسهمش ايه هم التلات مواد يا جماعة الهستاميم خلاص وتبقى عارف ان هو بيشتغل على ال H2 ريسبتور وتبقى عارف ان هو في الآخر هيطلع حاجة اسمها ايه في الآخر هيطلع حاجة اسمها سايكلك هو اللي حيساعد في تحفيز البروتون بوتاسيوم تبقى عارف حاجة زي الاسيطاء الكولين يشتغل على ريسبتور اسمه الام وان او الام سري هنا وميلي لما يشتغل على الام وان هيشغل الفوسفولايبيز سي هيشغل هيزيد الكالسيوم هيطلع كالسيوم يا جماعة الكالسيوم ده هيساعد في فيه فيه كمان مين فيه كمان الجاسترين ها الجاسترين هيشتغل على ايه على الجاسترين ريسبتور بتاعه وميلي نفس الكلام هيطلع لنا ايه او يحفز لنا ايه يحفز لنا خروج الكالسيوم في الاخر والكالسيوم ده حينشط البروتون بوتاسيوم ايتيبيز ولو انتو فاكرين برضو كنا بنقول مين هو المين ميدياتور المين ميدياتور هو الهستامين هو اهم واحد ده هو بيطلع منين الهستامين ده يا جماعة من اللي بيطلع من البريتل اه من الهستامين أو من طيب الاسيطاي بيطلع منين بيطلع من العصب طيب الجاسترين بيطلع منين بيطلع من خلايا اسمها خلاص الجاسترين بيطلع من خلايا اسمها ما ننسهوش يا جماعة بيقلا عليكم شان وإحنا بنزاكر نبقى عارفين ام البيبسين وشان كان بيطلع من خلايا اسمها ايه من خلايا اسمها اللي تشوف جميل جدا يبقى ميلي كل ده يعني مقدمة اعتقد ان الكثير منكم عرف برضو فيه بقى مواد تحمي واحد يقول لي بقى مين اللي بيحمي احنا قلنا في الميوكس هاللي كان بيطلع من الميوكس سيكريتينج سالس اه او الميوكس سيكريشنز ميلي ايه كمان من المواد اللي بتحمي البروستاجلاندن بروستاجلاندن خاصة يا جماعة البروستاجلاندن اي تو والبروستاجلاندن اي تو خاصة بروستاجلاندن اي تو يعني اكسر شهرة ده مهم جدا بيساعد في ايه بيعمل هيلينج ويعمل سايتو بروتيكشن يحمينا بيزود البيكاربونيت بيزود الميوسين بيقلل كمية الاتش سي ال اللي طلعها خلاص عنده فازو دايليتور افكت عنده فازو دايليتور افكت فيمنع الفازو واحد يولي طب وايه فايدة اللي فازو دايليشة بتساعد في الهيلينج بتساعد في الهيلينج يا جماعة خد بالك يعني انا شايف دايما ان لازم انت بتزاكر تبقى عارف ايه هي المواد البروستاجلاندن والميوكس او الميوسين والسوديم بيكاربونيت ويه المواد اللي وحشة الاسيطايل كولين الهستامين الجاسترين طيب البيبتيك ألسر هو المرض المشهور اللي هو بقى قرحة ايه قرحة المعدة احنا عملين نقول قرحة المعدة ونحنش دقيق قوي لان البيبتيك ألسر هو ميلي ألسر يعني تقرح او قرحة في الاماكن اللي فيها البيبتيك او الاماكن اللي فيها البيبسن بكلمة بيبتيك جاي من كلمة بيبسن طيب ده ممكن يكون ايه ممكن يكون في اللي استامك خلاص ممكن يكون في الحتة دي تمام ممكن يكون هنا وده بنسميه جاستريك ألسر وممكن يكون في الاثنى عشر في الحتة دي يا شباب خلاص في الحتة دهية دي بنسميها ايه دي بنسميها ديودينال ألسر وبالتالي هما سموها بيبتك وزي ما اتفقنا تنقسم إلى إيه وإلى إيه إيه خطورة قرحة المعدة إن قرحة المعدة دي ممكن نقدر الله تعمل 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 ممكن نقدر الله قرحة المعدة دي لو ما تعجيتش كويس وحصل الكثير من ممكن والعياذ بالله والعياذ بالله يؤدي ذلك إلى حدوث فيه برضو من الحاجات المهمة جدا إيه أهم الأسباب عندنا مثلا هنا في مصر إيه أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى حدوث قرحة في المعدة هو باختصار سبب القرحة زيادة المواد الأجريسف ونقص المواد الديفنسف أو المواد البروتكتف طيب ممكن يكون سبب قرحة المعدة ممكن يكون سبب قرحة المعدة مايكروب مهم جدا يا جماعة مايكروب مهم جدا لابد وإنت بتذكر تاخد بالك منه هو مايكروب اسمه الهليكوباكتر بايلوري ده نوع من أنواع البكتيريا وحتيجي تقول لي طب والهليكوباكتر بايلوري دي بتعيش إزاي في الأماكن اللي فيها إفراص زيادة للهليكوباكتر بايلوري عندها مقدرة إنها تطلع حاجة اسمها اليورييز اليورييز ده بيعمل إيه؟ يكسر اليوريا ويحولها إلى أمونيا واليوريا لما تتكسر ميلي هتتحول إلى أمونيا والأمونيا بتعادل الهليكوباكتر بايلوري ده مهم جدا جدا يا جماعة خلاص وكتب لك إن الكثير من الحالات بتبقى اسمتوماتيك ولكن في حاجات عشر إلى عشرين في المية بقى بتجيلهم الأعرض النونسترويد الانتي انفلاماتري خاصة المسكنات اللي بتوقف كوكس 1 وكوكس 2 ها بتوقف كوكس 1 وكوكس 2 اللي هي النونسيليكتف كوكس 1 وكوكس 2 انهيبتر هي دي اللي عندها رزق أعلى إنها لا قدر الله تعمل بيبتك ألسر لكن السيليكتف كوكس 2 انهيبتر اللي هم عيلة السيليكوكسيب والروفيكوكسيب لا دول ما بيعملوش ألسر قوي خلاص حوالي بتحصل الكلام ده في حوالي خمستاشر لتلاتين في المية من الحالات من الناس اللي بتاخد كرانيك وفيه بعض الناس بيجي لها بقى ألسر ريليتد بليدينج بنسبة اتنين لاربعة في المية أنا دايما شايف إن دايما لما بنيجي نعالج البيبتك ألسر بنشوف هل المايكروب ده موجود ولا لا اللي هو الاتش بيلوري ونشوف هل المريض بياخد نونسترويد الانتي انفلاماتري ولا لا دول أكتر سببين بيبتدي الطبيب يفكر فيهم ويبتدي الطبيب بيعالج الحالة اكوردنج للحاكتين دول يا جماعة اكوردنج للحاكتين دول هما مين الاتش بيلوري والنونسترويد الانتي انفلاماتري ميشي طيب في عندنا ايه كمان في عندنا بقى بعض الأمراض التانية لازم نعرفها اللي هي ايه برضو بتؤدي لقدر الله الى هذا المرض او هزي البيبتك ألسل قال لك والله امراض زي الزولينجر إليسون وده نوع من انواع الورم الزولينجر إليسون دورم في الخلايا المفرزة للجسترين الزولينجر إليسون دورم في الخلايا المفرزة للجسترين يا جماعة فالجسترين حيزيد فالHCL اللي يزيد كمان ممكن يكون المرض فيرال انفكشن زي سيتوميجالوفيروس او رادييشن او كيموثرابي او حاجات تانية من الحاجات اللي احنا هنشوفها ان يكون المريض بقى بيهتعاطك وحليات كتيرة شرب السجائر الكتير استخدام الكورتيكوستيرويدز ممكن يكون الاسترس او القلق والتوتر ممكن رينال فيليار السيروز البنكرياتايتس الكرون ديزيز ده نوع من انواع الاتهابات القولون دي كلها ممكن ان احنا نقول عليها من الاسباب لكن انا شاف اهم سببين هو الهيليكوباكتر بيلوري وانانسترويد طبعا برضو مرض العصر اللي هو الاسترس كل ما كان الانسان في حالة كبيرة جدا من الاسترس ممكن ده يكون سبب ان يطلع في الجسم الكسير من الكورتيكوستيرويد الكسير من الكورتيزون وهكاس برضو من الحاجات المهمة الابيديميالجي يعني ايه ابيديميالجي يعني المرض بيحصل بالزبط في انه اعمار كاتبلك او بيحصل يعني في انه سن كاتبلك it's difficult to estimate the epidemiology of peptic ulcer because of different methods فيه methods كتيرة بتستخدم to diagnose المرض في symptoms based في related complications في endoscopy الendoscopy ده اهم واحد على فكرة اللي هو انك تعمل منزار خلاص اه يعني الابيديميالجي مش مكتوبة في الكتب قوي ومش واضحة قوي ليه لان فيه طرق كتيرة جدا للdiagnosis والطرق دي مختلفة يعني وفيه كمان اسباب ايضا مختلفة زي استخدام النونسترويدل ها ممكن يكون واحد من الاسباب او يكون من الاسباب برضو الH ايه الH بايلول خي ايه يعني ايه يعني المريض حييله ايه اه ايه السمتومز بتاعته السمتومز بتاعت البيبتيك يبقى دي مهمة جدا برضو احنا بنذاكر ناخد بلنا منه من اللي المريض حيستشعر ابدو من البي خلاص حس ان فيه حرقان خلاص مش مستريح خلاص ابدو من الفونس يعني يحس ان معدته مليانة كرامبينج تقلصات وهذا الكلام بيحصل ديرينج زادي وممكن كمان يحصل بالليل لدرجة ان هو صحي المريض من النوم وده يسموه نكتورنال ديسبيبزيا او نكتورنال بين نكتورنال بين ان هو يحصل ليلة البين ديوتو ديودينال ألسر أفن أكير واحد إلى يعني ايه النقطة دي النقطة دي انا شايفها نقطة جوهرية صراحة ان ديودينال ألسر علميا له ان الفود يريح يعني الناس اللي عندها ديودينال ألسر لما تاكل بتستريح عشان كده معظم الناس ديودينال ألسر يبقى تخان لأنه هو تعبان جدا فياكل لما ياكل يستريح فيضخل طيب لكن الفود خذ بالك يزود الجاستريك ألسر يزود الجاستريك ألسر بريسيبتيت اور اسنتويت ان هو يزود الجاستريك ألسر خلاص برضو كاتب لك ان يعني ممكن ما يبقاش في بين خلاص لو ما فيش بين ما نقدرش ان احنا نستبعد برضو لازم نشوف هل هذا الشخص يعني ممكن يكون مفيش ألم واضح نتيجة ان هو بياخد مثلا المسكنات والمسكنات دي هي اللي منع الألم أو مخلية الألم ما يبانش أوي فإن ما فيش ألم ما تقدرش ان انت تستبعد وجود المرض ما تقدرش ان انت تستبعد وجود المرض خلاص صراح هي النقطة المهمة قوي هنا ان الديودين الألسر ممكن يستريح بالأكل والجسري الألسر ممكن ان هو يزيد بالأكل دي واحدة من النقط اللي وانت بتذكر تاخد بالك ايه تاخد بالك منه طيب ايه بقى كمان برضو عايزين نتكلم عليك ايه الكمبيليكيشن اللي ممكن تحصل والله كاتب لك والله فيه كمبيليكيشن كتير زي ايه مثلا زي ان ممكن يحصل للمريض جيو اي تي بليدين برفوريشن ثقوب في الابدومين الكافيتي خلاص وممكن توصل للبنكرياس والليفر والبيلري تراكت most common in individual taking non-steroidal who are older than 16 years بنشوف حكاية بليدينج يعني مش واضح خلاص مش واضح على المريض وممكن يبقى بشكل ميلينا برضو ميلينا دي كلمة مهمة يا جماعة يعني ايه ميلينا ميلينا يعني black stool وممكن يحصل يعني ايه ان الانسان يتقيق دم دي مهمة جدا كاتب لك البين associated ويس برفوريشن is suddenly وشار وسبير بيحس وينتشر في يعني ينتشر في الجزء بتاع البطن كل ممكن كمان يحصل في يحصل خلاص يعني ممكن يكون هذا الموضوع اللي بنشوفه اكتر هو ده ممكن يكون نتيجة ايه كاتب لك نتيجة ان حصل آلسر هيلينج بعدين حصل سكارينج او اديمة خلاص او حصل تضخمات او التهابات بشكل كبير جدا في الديودينام ولما حصل التهابات في الديودينام حصل نوع من انواع التضخم فيه تضخم ده راح سادد الديودينام سد وده بيؤدي الى ان يحصل خلاص ان الشخص يجي يأكل كده الاكل ما بيمشيش لان الاثنع عشر مقفول فيحس الشخص بالشبع المبكر والامتلاء والامتلاء وانوريكسيا يحس ان هو مش عايز يأكل خلاص فقدان الشهية كل دي بنشوف دي بنسميها جاستريك وبستركش وممكن كمان نشوف ايه زي ما اتفقنا جا اي تي بليدينج هو ده وزي ما اتفقنا بنشوفه في الناس والدري اللي هم اللي بياخدوا النانسترويدل ما تنساش كلمة ميلينا ما تنساش كلمة الهيمتيميسيز دي كلها كلمات لابد وانت بتذاكر تاخد بالك منها طيب كاتب لك الدياجنوزيز الدياجنوزيز بيدبند على الفيجواليزيزيش اوف ألسر خلاص ميلي ان انا اشوف الألسر او الاماكن اللي هو يسموها الألسر كريتر الاماكن اللي فيها بقررحات ودي ميلي عن طريق ان انا استخدم منظار خلاص المنظار ده بيوضح بشكل كبير جدا الألسر فين ويوضح كمان لا قدر الله لا قدر الله هل فيه كانسر ولا لا كاتب لك انه هو ريبلز ريديو خلاص بقى هو اللي بيتعامل عن الاشعاعات وانه هو يعتبر هو أفضل حاجة لانه بيدينا ويديك خلاص ده مهم جدا انا شايف الاندوسكوبي ده رائع ويتعامل دايما فيه الحالات المتقدمة من المرض ونشوف التقرحات فين ونشوف ده قدر الله فيه كانسر ولا لا جنرال مش هلب في القوي خلاص ان انت تعمل تحديل يعني ممكن ان احنا نقيس السيروم جاسترين يعني الجاسترين يبقى عالي ويقولك ده بينعمله ميلي للناس يعني بياخد علاجات ولا يستجيب فممكن نشوف الجاسترين عالي ولا لا طبعا لو الجاسترين عالي نتوقع لقدر الله ان ده زولينجر اللي هو ورم في خلايا الجاسترين ها اللي هي الجي ساوز ممكن كمان نقيس الهيماتو ده دليل على ان في بليدنج ولا لا لو في بليدنج اكيد الهيماتو دي هتقل والهيمو هنشوف كمان في دم في اللستول ولا لا ها في اللستول ولا لا ده برضو ممكن يساعد ويساعد ميلي طبعا في موضوع طيب الدياجنوز اوف بيبتك السر هنكلم بقى هنا على الدياجنوز اوف اتش بايولوري اعرف منين ازا كان المريض ده عنده هليكوباكتر بايولوري ولا لا دي مهمة جدا كاتب لك تيست برضو دي نعرف يعني ايه يعني انك تخش جه او جه او جه المعدة في المنزار او انك تخش بطريقة ما وتاخد تاخد من الميوكوز والميوكوز دي او الخلايا اللي جو العين اللي انت اخدتها ها تاخد عينة مسحة من الخلايا تعمل عليها تيست اسمه الرابيد يوريز الرابيد يوريز تيست خلاص احنا اتفقنا اين ميلي هذه البكتيريا عندها المقدرة إنها تكسر اليوريا وتحوله إلى أمونيا شانت عادل الـ HCL فأنا هعمل إيه؟ هحط على الخلايا دي يوريز وبعد كده هشوف إيه اللي هيحصل لو لقيت والله إن أنا وأنا بحط اليوريز اليوريز ده هكسر اليوريا اللي موجودة وتحولت إلى أمونيا وطلعت كمية أمونيا كبيرة يبقى فيه H-Bylori طب لو أنا حطيت يوريز وما عملش حاجة يبقى ده معناه إنه هو ما فيش يوريا فيش يوريا كتير ده معناه إنه ما فيش البكتيريا اللي بتطلع اليوريا اللي هي الـ H-Bylori يبقى هذا التست بيعتمد على إن البكتيريا عندها مقدرة إن هي تكسر اليوريا باليوريز وعندها يوريا هذه البكتيريا عندها المقدرة إن هي ليبقى فيها يوريا والخلايا دي زي ما اتفقنا مع بعضينا ها آآ لما تكسر اليوريا باليوريز هيطلع الأمونيا خلاص يطلع الأمونيا بنسبة كبيرة جدا وتطلع طبعا كربون دايكسايت يطلع كمان CO2 آآ يفضل قبل ما نعمل التحليل ده إن إحنا نكون موقفين الأدوية H2 blocker والBBI لمدة أسبوعين والأنتي بيوتكس والبيزمس موقفينهم أربع أسابيع يعني هذه التحليل قبل ما نعملها نكون موقفين العلاجات خلاص وممكن نعمل هستالجي نبص بقى على شكل الخلايا تحت الميكروسكوب آآ ونشوف آآ لقدر الله فيه البكتيريا ولا لا موجودة في الخلايا دي ولا لا طبعا ده نعملو إمتى الهستالجي ده نعملو لو المريض مازال بياخد H2 receptor antagonist أو BBI أو антиبيوتكس خل بالك من النقط إبقى أول تست اعتمد على إن إنت خدت مسح خلاص وتعمل تست اسمه الRabid Urease تعمل إيه سمعوني ها رابد Urease وهو ده التست of choice إنك تشتغل تحط الUrease خلاص وسيما اتفقنا مع بعض آآ إيه اللي هيحصل يا جماعة هتطلع الأمونيا بنسبة كبيرة جدا 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 فيه إيه كمان قال لك والله فيه آآ حاجة خطيرة جدا إن إحنا ممكن نشتغل وزاوة وزاوة بايوباسي إن إحنا ما ناخدش بقى عينة آآ بايوباسي دي بقى نون اندوسكوبك دي ممكن نعمل إيه يورييز بريسينج تاست اللي هو إيه يورييز بريسينج تاست إن إحنا ندي المريض بلغوص شوية آآ يوريا المريض حيشرب اليوريا لو فيه البكتيريا البكتيريا إحنا قلنا إيه جواها يوريا وجواها يورييز هتعمل إيه البكتيريا هتروح مكسرة اليوريا اللي انت خدتها إلى أمونيا وسي و تو فتلاقي بقى الدكتور يقول لك إيه أنا أدي المريض يوريا واشوف هيطلع سي و تو ولا لا هتيجي تقول لي الله طبعا كده كده الإنسان الطبيعي يطلع سي و تو لا أنا ببقى حاطة يوريا مثلا بكاربون سيرتين واشوف السي و تو ده هيطلع بكاربون سيرتين ولا لا خلاص أستخدم كاربون مشاعي اسمه كاربون سيرتين anyhow دا تست مشهول جدا اللي هو اليورييز بريثينجتس طبعا دا تست بمكتوب هنا إنه هو مست أكرت دقيق للغاية ونون انفيزيف يعني إيه نون انفيزيف أنا ما دخلتش جوه خلاص وأخدت عينة من الخلايا لا ما أخدتش عينة عشان كده ده اسمه نون انفيزيف نون انفيزيف ماشي يا أولاد وزي ما اتفقنا مع بعضينا لازم أكون موقف الأدوية اللي أنا بأخدها موقف الـ اتشتوب لوكر وموقف الـ البي بي آي والبيزمس والكلام ده كل ممكن كمان اه يا أولاد أعمل ايه ها اعمل تست اسمه فيك الانتجين اقيس الانتجين في اللي ستول الانتجين بتاع البكتيريا شوف البكتيريا موودة فيه البراز ولا لا خلاص ده الانتجين ها وممكن ان انا اقيس الانتباضي وده بيقسوه في الدم يبقى فيك الانتجين ان انا اقيس الانتجين في البراز وده بيبيننا اذا كان فيه انفكشن دلوقتي ولا لا طب الانتباضي ده بنشوف الانتباضي بس الانتباضي ده انا ما بيحبوش ليه لان الانتباضي ما بيقولكش هل انت مصاب دلوقتي ولا مصاب من زمان لان الانتباضي لو انت مصاب دلوقتي تبقى موودة لو انت مصاب من زمان وخفيت تفضل موود فده عيب الانتباضي عيب الانتيباطس عشان كده لما جانا اقول لك مين زا موست اكريت وان نون انفيزف هو اليورييز بريثلينج تاست اجا اقول لك مين التاست تقول لي والله لو انا بعمل ميوكوزة البيوباسي اعمل الربد يورييز تاست يا جماع اعمل الربد يورييز تاست الباسوفيسيولوجي بتاع المرض اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة الا وهو مرض ايه اولاد الا وهو مرض البيبتيك ايه الباسوفيسيولوجي بتاع المرض الباسوفيسيولوجي بكل بساطة انه هو زيادة في المواد الاجريسيف ونقص في المواد الديفنسيف يبقى المرض ايه زيادة اجريسيف ونقص ديفنسيف طيب الباسوفيسيولوجي يا جماعة كتب لك ايه بقى في المرض كتب لك انه هو عبار عن امبالانس خلاص بين الجاستريك اسد والبيبسين والبايو سولس والإتش بايولول دوربيبو عليين والميوكوز والميوسين والسوديان والبروستاجلندن دولي بقليلين. يبقى المرض باختصار تقدر تقول عليه ايه؟ هو زيادة في الأجريسف خلاص زيادة في الأجريسف فاكتور ونقص في الديفنسف او نقص في البروتيكشن زي ما الرسمة دي موضحة بشكل كبير جدا رسمة موضحة ان في زيادة في الأجريسف الكفة هي اللي ميلة التحت ونقص يعني في الديفنسف ميكانيزم ماشي؟ وزي ما تفعنا ايه اكتر الاسباب اللي ممكن لا تقدر الله تؤدي الى بيبتكالسر هم سببين اساسيين انا في رأيي الشخصي ايه هم ان الشخص يكون بيستخدم نانسترويد الانتي انفلاماتري او انه هو يكون عنده اتش بايلولي تفعنا ان الاتش بايلولي واحدة من المايكروبات اللي عندها مقدرة بفضل الله انها تتعامل مع الاتش سي ال الزيادة خلاص عن طريق اليوريا ويه اليوريس الهيليكوباكتر انفكشن ده كرانيك وبيحصل مين لي في الاتشايلد فوت ها في الطفولة او في الاطفال شكلها سبايرل ملفوفة آآ مايكرو ايروفيلك ها ليها حجم كده صغير جرام نيجاتف بكتيريا ممكن تنتقل من شخص لشخص خلاص عن طريق الفامتينج عن طريق أورال فيكل يعني فيكل أورال روت خلاص الريسك فاكتورز برضو مع كلاوس كونتاكت ويهزين الهاوسول لو سوشيو ايكروناميك ستيتوس اند كانتري اوف اورجين يعني طبعا ده موجود في الناس بكل بساطة يعني اللي ما بتخسلش ايديها قبل ما بتاكل ها ممكن يعني يكون الشخص اه كان بيتبرز وما تسلش ايديه بعد التبرز فموجود بعض البكتيريا في ايديه فييجي ياكل فالبكتيريا تفضل تنتشر فيه الجسم وتفضل تنتشر فيه المكان كله خلاص دي من الحاجات السيئة اللي بنشوفها في اله اي 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 بايلون خلاص يعني برضو اللي بياكل برا كتير كل الكلام ده ممكن يساعد في انتشار الهليكوباكتر بايلون اتفاقنا ان البكتيريا خطيرة يعني عندها قدرة غريبة على مقاومة اله سيئل دي واحدة برضو من النقط اللي لابد ان انت وانت بتزجر تقف عندها كاتب لك ان هي وعندها يعني عندها حاجات كده زي الاهداب او الارجل اللي تساعدها في انها تتحرك خلاص تساعدها انها تتحرك اه عندها مقدرة انها تثبت في مكان معين خلاص عندها اه مقدرة يعني هي عندها دي عندها مقدرة انها تتحرك خلاص اه وتقدر انها يعني ايه اه تستخبأ او تقدر ان هي ما تتعرضش ليه اله سيئل يعني ايه الوحش خلاص اه وعندها مقدرة انها تقعد في اماكن معينة في الجاستريك ميوكوزل رير او السورفز جاستريك ابسيليال سيلز سبحان الله يعني مين لي لو البي اتش قليل يعني البي اتش اسيدك تتحرك لو البي اتش نيوترل تعمل ايه بقى لو البي اتش نيوترل يا جماعة لو البي اتش اه نيوترل تلاقيها بقى ايه اه 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 اعدة ومستخبية في الجاستريك ميوكوز والسورفز جاستريك ابسيليال سيلز عندها كمان ايه عندها البكتريال شوف الجمال عندها البكتريال يوريز هنا ده بيكسر اليوريا ويطلع علينا اهم امونيا وعندها كمان الكتاليز كتاليز ده عنده مقدرة ان هو يطلع مواد زي الار او اس اللي هي ايه الار او اس اللي هي الرياكتف اوكسن سبيشيز كل ده بيساعدها في انها تعيش ويساعدها في انها اه يعني يعني تقدر انها تقوم بشكل كبير جدا الحاجات اللي هي ايه يعني بتدمرها فلاص هي عندها مقدرة انها تدافع عن نفسها وعندها مقدرة انها تحمي نفسها تحمي نفسها ازاي بالفلاجيلة ده يحركها وتحمي نفسها باليورييز ده بيعادل الاتش سيل الكتاليز برضو ده بيحميها خلاص بشكل كبير الكتاليز عنده مقدرة ايضا انه لو فيه فري راديكالز يكسرها الفري راديكالز لو فيه فري راديكالز طلع من الفاجوسايتس اثناء الفاجوسايتوسس خلاص الكتاليز عنده مقدرة انه هو يحميها بفضل الله من الفري راديكالز اللي ممكن تطلع اثناء الفاجوسايتوس زي ما اتفقنا الاتش بايلوري عندها مقدرة انها تعمل الادهيرنس بالبيديستلز خلاص برضو عندها مقدرة انها تلزأ بحاجة اسمها البيديستلز وعندها مقدرة كمان انها تعمل ميكوزة وعندها مقدرة انها تطلع مواد زي زي دي بتكسر الخلايا هي بتطلعها هذه المواد اللي هي عندها خلاص تقدر انها تكسر شوف قوله سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى اداها كل الحاجات اللي تؤهلها انها تعيش مستريحة خلاص عندها الفلاجيلا يحرك عندها البيديستلز انها تثبت عندها مقدرة انها تطلع مواد تعمل ميكوزة دمج تعمل ميكوزة دمج اللي هي سايد دمج و عندها الكتاليز عندها اللايبيز والبروتيز سبحان الله كل ده يعني بيديها مقدرة انها تقدر ايه تعيش وتتعايش والفاجو سايدز او كرات الدم البيضة ما تقدرش انها تقصر فيها كمان النانسترويدل واحدة من الاسباب التي تؤدي الى البيبتيك هي النانسترويدل اللي بتوقف انه كوكس هي اللي بتوقف كوكس وان وتوقف كمان كوكس تو خلاص هي النانس اللي اكتف النانس اللي اكتف طبعا لو انتم فاكرين كوكس وان ده واحنا طلب صغيرين كده كنا بنقول انه هو مفيد يعني هال كوكس وان ده مفيد وبيطلع بروستا جلندن كويسة تحمل المعدة وتحمل كلا كوكس تو كنا بنقول انه هو ضار لانه بيعمل التهاب كوكس تو ده بتاع الالتهاب ما ننسهوش بتاع الانفلاميش لكن كوكس وان ده كويس لانه بيطلع بروستا جلندن عندها مقدرة انها هتقلل ال فلو انت بتاخد مسكن بيوقف كوكس وان وكوكس تو ده ضار جدا لكن ان انت تاخد مسكن يوقف كوكس تو بس هو ده الافضل اللي هو سيليكتف كوكس تو ها اللي هم عيلة الكوكس او ان انت تاخد حاجة زي البرس تمول احنا كنا بنقول البرس تمول ده وكان عنده مقدرة يوقف كوكس سري في الدماغ والبرس تمول كان تماما على المعدة بس البرس تمول لو انت فاكرين كان انالجيسيك وكان انتي بايريتك بس وكان انتي ها انالجيسيك وانتي بايريتك وويك ويك انتي انفلاماتري يبقى من استرويد اللي بتعمل مشاكل وتقرحات في المعدة هي اللي بتوقف الاتنين كوكس لكن السيليكتف كوكس تو لا دي كويس ها ما عندهاش مشاكل القطر ونكمل بإذن الله في المحاضرة القادمة يا شباب شكرا